لأول مرة على اليوتيوب هنشوف ازاي نعمل الخيار المخلل على الطريقة الكورية ده الخيار المخلل اللي بيكلوه في كل اكلتهم اللي بيخليهم يكلوا بشراها كبيرة جدا ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة اول حاجة هنقطع الخيار لسلايز او شرايح ممكن نستخدم سكينة المخلل اللي زي دي وممكن كمان نقطعه بالسكينة العادية ما فيش كميات النهاردة ولا مقدير يعني اي كمية خيار موجودة عندك عمليها وهنحط الخيار اللي هنقطعه في طبق كبير بالشكل ده كده خلاص احنا قطعنا كل كمية الخيار اللي عندنا معانا كمان مجموعة من الخضروات بالشكل ده ده فلفل حراء على رومي على الوان ممكن تستخدمي فلفل حراء اخضر عادي وفلفل رومي اخضر عادي ده كله حسب الرغبة يعني مش لازم الفلفل يكون ملون ممكن يكون لون واحد فقط اهم حاجة يكون في حباية فلفل حراء عشان بتدي طعم للخيار المخلل بعد كده هنقطع كل الخضرة دي ونحطها في الكبة انا معايا كمان مع الفلفل جزرتين ونص حزمة من الشبت وممكن كمان نص حزمة من البقدونس يعني ممكن نستبدل الشبت بالبقدونس وممكن كمان ربع حزمة شبت وربع حزمة بقدونس الشبت بيدي نكهة عالية جدا للخيار هنقطع كمان الجزرتين نقطعهم كده سليز عشان يكونوا سهل في الفرم ونحط الشبت كده زي ما هو ونضيف على المكونات دي معلقتين كبار من التوم المفروم او راس توم كاملة بس انا ما عنديش التوم صحيح عشان كده استخدمت التوم اللي عندي في الفريزر ونفروم المكونات دي مع بعض احنا هنفرومهم فارمي ناعم مش خجين بعد كده هنضيف الخضار اللي فرمناه ده على الخيار هنضيف كله بالشكل ده عشان كده استخدمنا طبق كبير لاننا هنخلط كل المكونات دي مع بعض ولازم يدخلطوا مع بعض كويس جدا هنقلبهم كده مع بعض بمعلقة نقلبهم كويس جدا مع بعض بعد كده هنجيب بطرامانات ولازم البطرامانات تكون زجاج وفيه بديل تاني هقولكو عليه لو ما عندكوش بطرامانات زجاج والبطرامانات لازم تكون متعقمة بعد ما نغسل البطرامانات عادي خالص بنحط حلة فيها مية وبعد ما المية دي تغلي بننزل فيها البطرامانات ونقلبها في المية لمدة دقيقتين كاملين بعد كده بننشف البطرامانات تماما من المية هي كده تكون اتعقمت كويس بس لو عندكم غسالة اطباق بمجرد بس ما تغسلوا فيها البطرامانات عادي خالص طبعا غسالة الاطباق بتغسل على درجة حرارة عالية كده البطرامانات اتعقمت كويس جدا وممكن كمان تستبدل البطرامانات الزجاج بحلة كبيرة ستانلس تحط فيها الخيار المخلل وقبل ما نحط الخيار في البطرامانات هنحط في كل بطرامان ورقة او ورقتين صغيرين من ورق اللوري وكمان كزا حباية كده من الفلفل الاسود الصحيح وكمان عدين من القرنفل بعد كده هنملى البطرامان بالخيار وهكذا لحد ما كل كمية الخيار دي تخلص ولحظوا ان انا ما حطتش اي ملح ولا اي توابل لحد دلوقتي كده خلاص انا مليت كل البطرامانات بكل الخيار اللي عندي دلوقتي هضيف لكل بطرامان معلقة صغيرة مليانة من السكر بالشكل ده كل بطرامان هحطه فوقه يعني على الوش على وش الخيار معلقة صغيرة من السكر وكمان معلقة صغيرة من الملح يعني كل بطرامان هيكون فيه معلقة صغيرة مليانة من السكر وكمان زيها بالزبط معلقة صغيرة مليانة من الملح ولازم المعلقة تكون مليانة وكمان هنحط في كل بطرامان اربعين ملي من الخل الابيض او كباية صغيرة زي الكباية دي لو موجودة عندكم يبقى كده خلاص احنا حطينا السكر والملح زي بعض او نفس الكمية في كل بطرامان وكمان حطينا اربعين ملي من الخل الابيض ودي كل الاضافات اللي بنضيفها على مخلل الخيار بعد كده هنملى البطرامانات دي بمية مغلية لازم المية تغطي الخيار كله ولازم المية تكون لسه مغلية حالا يعني مش مغلية وبرده لأ لازم تكون لسه مغلية يعني لسه مغلية في الكتل او لسه نزلة من على النار حالا بعد كده تصبوها على الخيار على طول بعد كده هتغطوا البطرامانات بالاخطية بتاعتها عادي خالص هنحط كل الاخطية كده وانا وردتكم في فيديوهات كتيرة جدا ازاي تغطوا البطرامان بالطريقة الصحيحة زي الشركات بالزبط وقت بمتيجو بتفتحوه لو غططوه بالطريقة دي بيعمل التكة نفس تكة البطرامان الجديد بالزبط بتغطوه ازاي بترجعو مرتين للخلف ومرة القدام هتركنوا بقى البطرامانات دي على الرخيمة لحد ما تبرد تماما بعد كده تدخلوها التلاجة طبعا هندخلها التلاجة لو احنا في الصيف بس لو في الشتاء ممكن نسيبها برا التلاجة عادي خالص ونفتحها تاني يوم وده شكل الخيار المخلل تاني يوم شايفين شكله حلو جدا ازاي وكمان طعمه جميل جدا بيفتح النفس على الاكل بطريقة رهيبة وده اللي بيخلي الكوريين عندهم شراها على الاكل بطريقة مش طبيعية انا واسقة لو جربتوا طريقة الخيار المخلل دي هتعملوه دايما دايما وهتستخدموه كمان في كل اكلاتكم مش الاكلات اللي بتحتاج مخلل فقط اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم وبالهنة والشفة مقدما ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الوصفات الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته